اللي بليمم كانت في نفس الفندق اللي فيه الدكتور رفيق صبان الله يرحم اه واحمد صالح الله يرحمهم هما الاتنين فكانت يوميا ماشي مع معد كلها تشوف خمس افلام منهم فعرف الليلة ساخنة ولد من كان فعلا اه وتعاقدت مع الدكتور رفيق على القصة السينمائية من كان واضح ان هو مثلا شاف ما بقولش ان هو اقتبس شاف حاجة فجرت جواه لقطة ما فجرت جواه بربع عليك فكتبت ليلة ساخنة ومنفرط حرس البليمة قالت نه طيب خلاص نتعاقد وتعاقد معها في كانو وطبعا عطف الطيب عمل دور مبدع بس كان فيه بزرة انا مش متاع يعني مش فاكر بالزبط ايه اسم الفيلم الاستبح منه بس دكتور رفيق قال لي ان هو عنده ابن هو الفيلم فيه ابن معاق ده كان دكتور رفيق نفس القصة اه فقال لي ده انا كتبت حياتي يعني قال التفلي ده انا التفلي ابني فانا كتبت عن نفسي